عقدت وزارة الخارجية اجتماعات تعريفية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في القاهرة من الدول العربية والأفريقية والأمريكية في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 في نوفمبر المقبل نعم هدفت الاجتماعات إلى إبراز الجهود المصرية لاستضافة دورة المقبلة للمؤتمر باعتباره الحدث الأكبر عالميا للتصدي لظاهرة تغير المناخ ويشارك فيه رؤساء وممثل الدول والحكومات ومختلف الشركاء الدوليين حيث يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات وخطوات مشتركة وفعالة ذلك لتصدي لظاهرة تغير المناخ في ظل تنامي تدعياتها السلبية على كافة دول العالم